إن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات وإننا كحكومة متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أضاف على أساس هذه المسؤولية التاريخية وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا لأرض العراق أرض الرافدين نطرح اليوم الدعوة إلى حوار وطني لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا دعوة من أسماهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمختلفين من جميع القوى السياسية وفعاليات احتجاجية ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار أمام التاريخ والشعب دعا الكاظمي جميع أيضا إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي وأن يمنح الشعب فرصة للثقة بالدولة والنظام الديمقراطي كما أكد الكاظمي في دعوته للكتل على أهمية الحوار الوطني وعقد مؤتمر للتهية إلى الانتخابات المبكرة وضرورة إنجاحها تأتي دعوات الكاظمي إلى الحوار في وقت يشهد فيه العراق ضغوطات شعبية وتظاهرات ضد الأحزاب والسياسيين في عدد من المحافظات العراقية ومنها الناصرية التي لم تهدأ منذ أكثر من عام كما وأن الواقع الاقتصادي ليس بأفضل حالاته فالموازنة الاتحادية لم تقر بعد وأسعار صرف الدولار الجديدة أربكت السوق العراقية ولا ننسى كورونا التي انتهكت وأنهكت تبعاتها الاقتصاد العالمي والعراقي على حد سواء كل هذا وذاك يأتي في وقت ما تزال فيه الحرب استمر لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على خلاياه النائمة في محافظات عدة كان قد سيطر عليها وحررتها القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي ينضم لنا من لندن الدكتور غسان العطية الأكاديمي والسياسي العراقي مساك الله بالخير دكتور اليوم ويا من راح يتحاور المتحاورون من سيحاور من وحنا بعام 2021 ومو بعام 2004 شكرا جزيلا ما طرح السيد الكاظمي في غاية الأهمية وسبق أن رؤساء وزارة سابقين قالوا نفس الشيء لكن ما جاء في دعوة السيد الكاظمي أنها تحوي جدية حقيقية لهذا الموضوع لا بل نجاح في تحقيق هذا الشيء يجعل من عنده فعلا رجل تاريخ لهذه البلد الآن الأسئلة التالية الفكرة ما حد راح يقول لك غلطها لكن السؤال كيف تطبقه الآن الفكرة الأولى أن هذا اعتراف بأن سياسة التهميش والإقصاء التي مورست خلال السنة الأخيرة فشلت فشل كامل واثنين سياسة التقسيم الطائفي والأثني لك حصة ولحصة فشلت كذلك التقسيم العراقي الآن إن يحصل واللي حصل الآن هو بين قوى تريد أن تتعايش مع بعضها وعلى أسس وقيام مشتركة وقصص وأطراف متطرفة تريد الغلبة لهذا المكون أو لهذه الطائفة أو لهذه القومية هذا الانقسام بين اثنين سيد الكاظمي أمام الأسئلة التالية أولا من هي الأطراف وحدتها اللي ممكن نكلم بها لأن إن تحدث عن الشباب وتشرين المؤسف إن مزقوا وتشرين وليس لهم قيادة مواحدة فإذن بعضهم صاروا مع الكاظمي مع غيره هذه واحد اثنين إذا يريد تحدث مع الإسلاميين فالإسلاميين بدأوا يغيرون ملابسهم ويقول إحنا مدنيين وغير ذلك وبالتالي من هم بدون أن يحد الخصم أنت تتحدث مع أصحابك لكننا نعرف من هو خصم بتقديري الآن المعيار للحوار هو التالي أولا تحديد منه الأطراف اللي أن تشترك في العملية أنا أقول في البداية يجب أن تكون اللقاء بين أطراف ذات قيم مشتركة يختلف هذا النظام اشتراكي رئيس مالي كلها صحيحة هذا الشيوعي هذا قومي لكن يتفقوا على قيم معينة وهي استقلال العراق وهي الإرادة العراقية وهي الخروج من النفوذ الأجنبي من العراق إن اتفقوا على هذه هذه بداية أن يظهر تيار عراقي بهذا المعنى الحاصل الآن أن القوى السياسية بسبب تشرذمها الطائفي والأثني هذا يعتمد على إيران وذاك يعتمد على تركيا والآخر يسعى أن يعتمد على السعودية والآخر يتمنى أمريكا ترجع ولكن هو العراقي غير قادر أن يوحي صفوفه وبالتالي لا وجود لرقم عراقي يتحدث مع الدول الجوار والإقليمية هذه الفرصة أن الكاظومي يعمل على إخراج هذا الرقم العراقي هذا الرقم العراقي لا يتم بالكلمات ولكن بالسلوك والواقع هو أدرى وهو رجل مخاوراتك سابقا منه هذه القوة بس دكتور دكتور أنت ذكرت أن المتظاهرين تم تقسيمهم وفقا لتعبيرك اليوم المتظاهرين دعاهم رئيس المجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظومي أن يكونوا جزء من الحوار يعني ما إلى وزن هذا الشيء ما رح يشاركون لا عزيزي نعم أنا من الناس اللي على اتصال بهم ودعوهم أن لابد أن تكون لكم قيادة حتى تحاول الآخرين الآن نتيجة الضغط الخارجي واغتيالات وغير ذلك تشردموا نعم قسم من التشرينين الآن انضموا إلى حزب يؤيد الكاظومي اسم المرحلة لكن هذا أطرف أخرى لا تؤيد ذلك هذا الانقسام بينهم وهذه اللعبة اللعبتها القوة الولائية والقوة القائفية بشردمة الأخوان تحت الضغط والاعتداءات والقتل والتهديد أضعفتهم الكاظومي الآن علي أن يساعد على وحدتهم هذا واحد الشيء الثاني القوة الحقيقية الآن يجب أن يعرف كيف يطمئنوا الآن آلاف العراقين خارج العراق خافين من الاضطهاد الآن أصبحت السليمانية وأربيل ملجأ لكثير من المضطهدين العراقين هناك كيف هؤلاء سيأتوا إلى بغداد من يحميهم فهذه أسئلة يجب أن تحظى كلامي من هذا يجب أن يبدأ بأولة تحديد معايير وهذه المعايير ليس شخصية وإنما من يشارك بها الرأي عبر لجنة تحضيرية ويعلن عنها هذه اللجنة التحضيرية تكون مسؤولة عن الإعداد المؤتمر الشيء الآخر اللي أودنا في هذا الوقت القصير الآن هناك العراق انتهجنا سياسة الإقصاء الطريقة التعاملنا مع البعثيين خليناهم أعداء وهناك مئات الآلاف منهم وبالنهاية عن غط خطأ هم منحازوا أحيانا تعاونوا مع داعش ولأنكتشفوا أن داعش مصيبة إلهم هم أخطأوا الآن إذا نريد نتجاوز الماضي علينا أن نبدأ صفحة جديدة من معايير جديدة دكتور أنتم دائما تطرحون أنتم من منعانا وقلتم هذا الأمر فيه أكثر من مرة وتم يعني استهدافك من قبل البعثيين في الستينات والسبعينات القرن الماضي اليوم تدعو إلى الحوار مع البعثيين سيدي نعم بالستينيات أنا اعتقلت وعذبت وزميني اللي قتل وأحد اللي كان اعتقلوني اللي اعتقله به هو الأنصار وزير الأخ يعني مرد مرد يعني ذكر الأسماء يدخلنا بحق الرد ايه دكتور احنا نريد احنا نريد الفكرة اتفضل اذا واحد قام بعمله خطأ مو أنا عقبة عبد المهدي كان بعثي ولكن الأنصار إسلامي طيب ألا هني أحاسب لأن كان بعثي أيام زمان طب نذكر نذكر هذه النقطة دكتور أنه حق الرد مكفول لسيد عبد المهدي اللي ذكرت اسمه لكن أيضا موضوع الدستور أيضا البعث موجود بالدستور بالمناسبة لما الاحتلال الأمريكي اللي صار قالوا البعث الصدامي لم يقولوا بفكر البعث لكن الهيمنة الطائفية من القوى اللي سيطرت حولت إلى البعث السياسي ككل الأمريكان وغيرهم قالوا يتوقع مية ميتين ثلاثمية أربعمائة قياد بعث يحاسب لم يتم هذا وإنما الآن صرت عملية قمع لهم لما تقمعهم وتقطع رزقهم رواتبهم تقاعدهم ماذا يلجأ زين دكتور هل الوضع السياسي الحالي البيئة السياسية الحالية بالعراق جاهزة أن تتقبل هذا الكلام اللي تتفضل بحضرتك نعم السؤال بارك الله بك البيئة المشكلة القائد يقود لا يقاد من القطيع القطيع اللي كان يرفع شعار بالجنوب الريد حاكم جعفري الآن يقول الوطن لا يريد سيطرة العمائم عليهم الأمور تغيرت البعثيين أدركوا أخطائهم قالوا أن احتلال الكويت كان غلط وأكثر مطلوب منهم أكثر من ذلك مطلوب أن ينتقدوا أنفسهم قوموا بما قام بالسوفيت برستوكي لما قام خورشوف وغير الأمور ذب اللوم على السالين وغيره طيب دكتور هذا الموضوع إلى محاوره مثل ما يقوله إلى نقاشه وإلى من يرد عليه وعلى الكلام اللي تفضلت بي حضرتك يعني هذا موضوع مو دقيقتين نسول في بي بس أريد أستفيد من وجود حضرتك ويانا زيارة البابا وأهمية زيارة البابا وأهمية إعلان سيد الكاظمي عن الحوار بعد زيارة البابا مواجرة شون نشوفها زيارة السيد قداسة البابا نقطة مهمة كثير من العراقيين لم يفهموها جيدا البعض أن هذا مسيحي وهذا صليبية جاية يا أخي الكنيسة في أوروبا العراق يعيش القرون الوصلة اللي كانت في أوروبا لما كانت الكنيسة تدخل بالسياسة وكانت طرف والصراعات وأدت إلى انقسام الكنيسة لبرستان وأمريكا كانت ملتقى للمهاجرين والمضطهدين المسيحين من أوروبا في أمريكا الأوروبا تعلمت من الدرس عرفت أن السياسة والدين هذه عملية تفجر الدين وتفجر السياسة هذا الدرس إحنا العراقيين والعرب إلى الآن لم نتعلمه الدين له مكان أخلاقية والآن البابا له مكان أخلاقية وليس له مكان سياسي هذا المكان الأخلاقية توجهت إلى العراق ومن العلم نصحوا لا تذهب للعراق هناك وضع أمني سيء وغير ذلك وبالمناسبة أواخر 2000 كان مفروض البابا السابق أن يزور بغداد لغاها لأن الوضع كان مضطرب نعم سنة تسعة تسعين هذه الرسالة أولا بها اعتراف واحترام إلى الشيعة وما قال وما صدر عن السيد السستاني بحديث عن نقل مباشرة قال أنا عندي خيبة أمل بالسياسيين الشيعة هذا ما قال هو أن استغله ولذا رفض أن يكون مع البابا أي مسؤول عراقي الشيء الآخر نفس الشيء قداسة البابا رفض أن يلتقي مع أي كردي كزعيم هزم وإنما يلتقي مع مسؤولين بمناصبهم هذه الرسالة وصلت الشيء الآخر الآن من مليون ونصف مسيحي بالعراق 2003 مفروض الاحتلال الأمريكي على الأقل يحمي الأقليات هكذا عمل الاحتلال البريطاني للعراق بالحرب العالمية الأولى بينما الضاحية الأولى الاحتلال الأمريكي هم المسيحيين هم الأقليات الصابي أنتهوا الآن إذا أنت تؤمن بمذهب البهائي تضطهد لازم عليك ما بدهوك ما لك حقوق الآن الرسالة الأمريكية اللي هي محبة وأخاء وديمقراطية وحقوق إنسان عملياً بالواقع أنتهكت يعني حتى الأمريكي يشعر المواطن المثقف أننا اخطأنا وغدرنا شعب العراقي لأننا اعتمدنا على رجال دين اعتمدنا على طائفيات وبالتالي كرسنا الوضع المأساوي الباوة نقل رسالة جيدة نعم دكتور غسان العطية شكراً لك ولهذه المشاركة كنت معنا من لندن أنت الأكاديمي والسياسي العراقي شكراً لك دكتور غسان العطية عقد العراق منذ عام 2003 عدد كبير من المؤتمرات الوطنية مع اختلاف مسمياتها فمنها ما سمي بالوطنية ومنها المصالحة والطاولة المستديرة وغيرها سنذكر هنا عدد منها عام 2006 عقد في قصر المؤتمرات في بغداد مؤتمر القوى والأحزاب السياسية للمصالحة الوطنية الذي شهد انسحاب حركة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أيعد علاوي وانسحاب الكتلة الصدرية برئاسة نصار ربيعي في عام 2008 انعقد مؤتمر للقوى السياسية العراقية بعنوان مؤتمر المصالحة الوطنية الذي شهد مقاطعة جبهة التوافق لم توجيه الدعوة لها ككتلة سياسية حينها قال المتحدث باسم الكتلة سليم الجبوري أن المدعوين هم نواب داخل الكتلة ولا يمثلون رأي الكتلة بالكامل عام 2011 وبعد أحداث انتخابية أدت إلى قطيعة بين الكتلتين الأكبر أنذاك العراقية ودولة القانون عقد الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في مقر إقامته في بغداد اجتماع موسع لقادة الكتل جمع فيه زعيمي اتلاف دولة القانون نور المالكي والقائمة العراقية أياد علاوي عام 2013 شهد انطلاق فعاليات مؤتمر قادة الكتل السياسية للتوقيع على وثيقة الشرف الوطني والسلم المجتمعي وتم المؤتمر بغياب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أنذاك صالح المطلق في نفس العام شهدت العاصمة العراقية ومن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم لتهدئة الأجواء بين رئيس البرلمان الأسبق أسام النجيفي ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2017 كان موعدا لانطلاق مؤتمر النخب العراقية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي بهدف إيجاد أرضية للتعايش السلمي والمصالحة واعتلى ذلك التاريخ وسبقه الكثير الكثير من المؤتمرات داخل العراق وخارجها بعد الفاصل سنرحب بضيوفنا الكرام من بغداد ونكمل الحديث حول دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار وطني جامع خليكم ويانا إذا أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة لإجراء حوار وطني يجمع الكتل السياسية والمتظاهرين الدعوة تلقتها الكتل بتباين في وجهة النظر فاختلفت ما بين مؤيد ومتحفظ بينما اشترط بعض ناشطوت شرين تقديم قتلة المتظاهرين للقضاء أولا وحصر السلاح بيد الدولة قبل الموافقة على دعوة مماثلة للحوار نطرح اليوم الدعوة لحوار وطني لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا دعوة لحوار وطني أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مخاطبا الكتل السياسية والمتظاهرين دعوة تلقتها الكتل بآراء متباينة رئيس أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كان سباقا في إبداء رد فعل إيجابي حين أعلن أنه مع دعوة الكاظمي بهدف إيجاد التفاهم بين الإقليم وبغداد رئيس تحالف عراقي عمار الحكيم دعا إلى ما أسماه بانخراط القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بالحوار كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر أعلنت تأييدها كذلك بيد أنها اشترضت محاسبة الفاسدين تحالف القرار ذهب بذات الاتجاه مؤيدا الدعوة تنطلق الكتلة التي أيدت دعوة الكاظمي للحوار الوطني من منحيين الأول لتحسين الصورة الجمالية لتلك الجهات السياسية وأرض أنفسها على أنها تقبل بالحوار وتعمل في حوار تفاوض مع الأطراف والشركاء الوطنيين وفي نفس الوقت هم يريدون مخرجا من أزمة طالت كثيرا خصوصا فيما يتعلق إقرار الميزانية وكما للدعوة مؤيدين فهناك معترضين تحالف الفتح بزعامة هذا العامري وصف بعض نوابه دعوة رئيس الوزراء بأنها محاولة لتوظيف زيارة البابا فرنسيس في محاكاة بعض الأطراف فيما وصفها تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي بأنها استهلاك إعلامي ما لم تتطرق إلى شكل النظام السياسي وكان شرط متظاهري تشريل لقبول الدعوة محاسبة القتل قبل كل شيء دعوة الكارمية للتفاوض مع المتظاهرين هي دعوة بائسة وترويج إعلامي بائس لإيهام الشعب العراقي بأنه مع المتظاهرين لو كان فعلا يريد التفاوض معنا فيكشف قتلة المتظاهرين ويحصر السلاح من المنفلك بيد الدولة ويعتقد متابعون أن هذه الدعوة هي استكمال لسابقة أطلقها رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن إيجاد عقد سياسي جديد لكن الخوض في هذه الفعالية يستلزم جهدا من الحكومة لجميع الأطراف المختلفة فيما بينه على طاولة واحدة على أن يتم تنفيذ مخرجاتها وتطبيق ما تتفق عليه الأطراف مهما كانت التوصيات وأن لا تبقى فعالية خالية من مضمونها لبرنامج بالعراقي سرمد القاص الحرة وينضم لنا من بغداد كل من نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلق والقيادي في اتلاف النصر السيد عقيل أرديني أهلا بكم ضيفي العزيزين ومساكم الله بالخير وأبدأ وياك دكتور صالح شلون ممكن الله يحييكم وشكرا لكم شلون دكتور صالح اليوم ممكن يكون هذا الحوار الوطني هو مختلف عن ما سبق ابتداء موضوع الحوار هو قضية أساسية لأي مجتمع يتعرض إلى الهزات الذي تعرض إلى المجتمع العراقي والنظام السياسي في العراق بشكل عام ولكن يعني الجدوى من هذا الحوار يعني هناك شكوك كثيرة عند المواطنين في أنه لن يفضي إلى شيء لأنه سبق أنه عقدت مؤتمرات كثيرة للحوار ولم تفضي إلى أي شيء يتحقق بما فيه خدمة العراق واستقرار العراق وتقدم العراق في 2005 عقد مؤتمر مصالحة في القاهرة ولم يخرج بشيء وبعدها مؤتمرات عديدة وميثاق شرف وثيقة مكة كل هذه المؤتمرات للأسف الشديد لم تؤدي إلى فائدة حقيقية يرجوها المواطن ويرجوها السياسي المحتدل الذي يريد الخير لهذا البلد ليش دكتور؟ مع كل هذا نعتقد ليش؟ لأنه أولا لا يوجد ضامن لتحقيق ما سيفضي إلى الحوار وثانيا لا توجد حكومة قوية تستطيع أن تفرض نتائج هذا الحوار على الأقل في الوقت الحاضر يعني أنا أشوف من الصعب أنه نخلص بنتائج من الحوار وهناك قدرة على تطبيق هذا الموضوع يعني إذا أشوف الآن المتظاهرين رافضين فكرة الحوار لأنه يعتقدون أنه قتلتهم لحد الآن لم يزج أي واحد من عدهم في السجون ولم يشخص أي واحد من عدهم المغيبين آلاف من المغيبين الآن ولا يوجد جواب أين ذهبوا هؤلاء المغيبون الذين غيبوا ومعروف من الذي غيبهم آنذاك ولكن لا توجد قوة تستطيع أن تشخصهم في الوقت الحاضر وتحاسبهم خليني أروحي سيد عقيل سيد عقيل رأيكم في ائتلاف النصر بهذه الدعوة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم سيد الكريم وإلى قناتكم الكريمة وإلى ضيفكم الكريم الدكتور صارح المطلق صراحة لو عدنا قليلا قبل الدخول في موضوع الحوار وأهمية الحوار وهل الحوار مجدي أو غير مجدي لكن إذا رجعنا قليلا إلى ما بعد انتخابات 2018 عندما النتائج لم تكن مرضية للشارع العراقي ولم تكن نتائج حقيقية تبين الواقع الانتخابي أو الخارطة الانتخابية للشعب العراقي كان هناك الكثير من علامات الاستفهام والتزوير حول هذه العملية لذلك دعينا نحن في ائتلاف النصر منذ البداية إلى انتخابات مبكرة كون أن هذه العملية سوف تفضي إلى مشاكل وفعلا حدثت فيما بعد المشاكل وعندما تم تغيير الحكومة استقالت حكومة السيد عادل عبد المهدي وجاءت حكومة السيد الكاظمي كان هناك تعهدات من قبل هذه الحكومة وأوجبت نفسها الحكومة بنقاط محددة وهي ترتيب الوضع الاقتصادي إعادة هيبة الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين وكذلك بعض الأمور الاقتصادية المهمة وهذا المهمة الرئيسية التي كانت لهذه الحكومة حصرت المهمة الرئيسية بهذه النقاط المعدودة الذهاب إلى انتخابات مبكرة كانت من أفضل أو أول النقاط التي تم تعهدت بها الحكومة إذن العملية السياسية أفضت بعد انتخابات 2018 إلى طريق مسدود لذلك كان لزاما أن نذهب إلى انتخابات مبكرة وفعلا أغلب القوى السياسية ثم المرجعية أيدت لهاب إلى انتخابات مبكرة وهذا ما اليوم يصير عليه حكومة سيد الكاظرمي هل هذا الحوار سيقود لما تريدون ولما تطالبون به هل هذا الحوار أنتم في النصر تؤيدوه سيد الكريم قبل أن نؤيد أو نعارض لكن أكلتزامات للحكومة لم يكن من ضمنها يعني موضوع فتح حوار أما الآخر الما طرحه السيد الكاظمي الحوار مع معارضي العملية السياسية وكان من المعارضين السياسية مثلا النظام الصدامي أو حزب البعث أو أي شيء تسمية للنظام السابق يعني هذا أيضا اليوم هو معارض وهذا ما حرم الدستور من المشاركة بالعملية السياسية طيب هل هذا الحوار ينفتح على جميع المعارضين السياسية أما الكتل السياسية اليوم التي توجد بيناتها مشاكل هل هو هذا الحوار المقصود يعني فقط بين الكتل هذه السياسية الأمر الآخر المهم الذي تطرقنا في بداية حديثنا أن هذه الانتخابات 2018 أفضلت إلى عملية مشوشة يعني هل اليوم القادة السياسيين هم فعلا ممثلين إلى الشعب العراقي حتى عنده قدرة أن يفاوض اليوم يعني بهذه المفاوضات سيد عاقيل أنه عندك مشكلة هل مهيد هل مقدر الشارع العراقي لذلك نعتقد غير ملزمة أو لا مطلوب منها تسوي هذا الحوار وبعدين موضوع الحوار لا نعرف لازم نحدد جهات الحوار هذه هي النقطة التي حضرتك ذكرتها وأريد حتى أوزع الوقت بإنصاف أريد أروح أيضا لدكتور صالح وأسأل دكتور صالح ألتقى بالرئاسات الثلاث بابا فرانسيس ألتقى بالرئاسات الثلاث كلنا على حدة هل اليوم وبعدين طبعا نلتقى بالسيدي السيستاني بل نجف هل اليوم هناك محاولة للتقريب ما بين السياسيين وهناك تقارب أو ما أسمىها حتى بعض السياسيين العراقيين بالدبلوماسية دينية هل اليوم العراق يشهد دبلوماسية دينية يمكن أن تساعد في التقريب بوجهة النظر بين السياسيين يعني قداسة البابا طرح مواضيع مهمة جدا ومواضيع بيها الجانب الإنساني يعني يغطي معظم الجوانب الأخرى وطلب يعني موضوع التصالح بين الناس موضوع حماية الأقليات موضوع الانتقال بالعراق من هذه المرحلة الموجود بها حاليا إلى مرحلة أخرى يستحقها العراق وتطرق إلى أمور كثيرة جدا وقبل أن يطرق المواطن العراقي أيضا كان يطرق إلى بهذا المعنى لكن تخرج هذه التوصيات من قداسة البابا قضية مهمة شخصية دينية مهمة في العالم تأتي في هذا الظرف في العراق تجازف بحياتها وتأتي في هذا الظروف المشتبكة في العراق أنا أعتقد قضية مهمة ويجب أن تقدر وأن يسمع السياسيين الموجودين في العراق النداعات التي أطلقها البابا كما أطلقها الآخرون قبلهم يعني نحن من 2003 ولحد الآن كنا ندعو للحوار من أجل مصالحة وطنية حقيقية بين العراقيين حتى ننتقل بالواقع العراقي من واقع نحن فيه الآن واقع مزري إلى واقع أفضل لكن للأسف الشديد هناك أطراف متشنجة أطراف متطرفة أطراف متبسكة بالسلطة بمغريات السلطة ولا يريدون المشاركة الآخرين فيها وهذا الموضوع ما رح يأدي بنا إلى نتيجة بالنتيجة يصير التدهور مرحلة بعد مرحلة إذا أخذت العراق من 2003 لحد الآن هو في تراجع وستمر طيب سيد عقيل ما لم تكون هناك إرادة حقيقية سيد عقيل رمزية هذا الحوار العراقيين يعني يبدو مرحلة جديدة لا حل للعراق بس رجان السؤال ما أسمعه جيد رمزية نفس السؤال اللي وجهت الدكتور صالح هذه دعرف من حضرتك في ائتلاف النصر شون تشوفون رمزية الدعوة إلى الحوار وجلوس على طاولة واحدة مع زيارة البابا فرانسيس إلى العراق يعني فيما يخص الزيارة أكيد يعني زيارة تاريخية ولها خصوصية من شخصية دينية معروفة على مستوى العالم وإلها مكانتها في العالم الغربي صراحة والعالم المسيحي وعندما وصلت إلى العراق بإصرار كبير يعني رغم ظروف العراق الاقتصادية يعني رغم وجود جائحة كورونا والوباء العالمي رغم التحديات الأمنية الموجودة في البلد إذن هذا يعني لنا دلالات كثيرة ومنها أن العراق ما زال يمثل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعالم الخارجي وهذا يعطينا دافع يعني أن نتسامح أن نتصالح أن نكون بمستوى المسؤولية التي يحملها العالم إلينا وبالتالي الحوار لا شك يعني هو نقطة تلاقي لكن لا نعتقد أننا اليوم بالوقت الحاضر ونحن ذاهبون إلى انتخابات مبكرة أن يكون هناك مجال للحوار إذا ما علمنا اليوم الحوار كلمة فضفاضة يعني لم يكن السيد الكاظمي يعني كلمة الحوار باتجاه معين نعم ذكر العلاقة بين الإقليم وبين المركز وهذه العلاقة يحكمها الدستور ويحكمها القانون لا يوجد ريب ولا يوجد مشاكل إذا ذهبنا إلى القانون اليوم مادة 111 بالدستور العراقي تقول النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي فإذا لم يكن من حق الإقليم أن يستأثر بالنفط وبالغاز من حيث الاستخراج والتصدير وبالتالي يطالب الحكومة الاتحادية بموازن هذا واضح كانت هناك الحكومات السابقة ما هي النقطة سيد عقيد يعني حكومة السيد المسعود البوزاني وعطوا حقوق على حساس الشعب العراقي لأنه إذا نتجوا نسمع وجهة نظر من كردستان لا يسمعوها مثل ما حضرتك تسمعها وتشرحها هي هاي النقطة هو هذا اللي المفروض الحوار يخلي الجميع يجلس حتى تنحل هذه القضايا إذا كانت بطريقة دستورية أو بطريقة الحوار خليني أيضا ضيوفي الكرام والسادة المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء في الشارع كانت كاميرا بالعراقي رصدت أراء عدد من المحللين السياسيين حول دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف خل نسمع ونرجع نواصل إلى الضيوف هل يستطيع سيد كاظمي أن يجري هذا الحوار في جرف الصخر مثلا هل يستطيع سيد كاظمي أن يبلغنا من هي الجهات التي قتلت المتظاهرين من هي الجهات التي تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من شباب العراقيين هل يستطيع سيد كاظمي أن يبلغنا من هي الجهات التي تطلق الصواريخ على المنطقة الخضراء وعلى المطار عندما يجيب سيد كاظمي عن هذه الأسئلة وعندما يعتق الكبار المفسدين عند ذلك يمكن القول أننا ندخل في حوار وطني ولكن عندما تخترق الخضراء وهي مقر الحكومة وتضرب المقرات الدبلوماسية في قلب بغداد في المنطقة الخضراء لا يمكن الحديث عن حوار في ظل جو أمني منفلت الحوار الوطني هو من صلب الدستور العراقي وبالتالي تحقيق نقطتين أساسيتين المادة التسعباء التي تحضر تكوين ميليشيات خارج القيادة العامة للقوات المسلحة والمادة الثمانية وسبعين والتي لرئيس الحكومة رسم السياسة العامة للدولة وعدم التدخل أو الضغط على هذه السياسة من قبل قوى لا دولة أو جماعة الضغط بشكل عام وبالتالي هذا يهيئ لعقد سياسي جديد عقد السياسي يكون مقبول أولا من قبل الكتل السياسية بالقناعة بنتائج الانتخابات وأن تعمل جميع القوى على أن تكون وتوهيئ لأن تكون هذه الانتخابات وبالتالي المرحلة الثانية هي العقد الاجتماعي لأن يكون مواطن متقبل وقنوع بنتائج هذه الانتخابات إذن نعود لمواصلة الحديث مع ضيفي الكريمين وأعود لدكتور صالح دكتور استمعت لآراء المحلين السياسيين من بغداد اليوم هل طبعا حضرتك أريد أسمع من حضرتك رد عليهم وأيضا هل هناك أجواء مناسبة اليوم في العراق لإقامة هكذا حوار يعني ابتداعا أنا والله أيد كل ما ذكروا للإخوان يعني القضية واضحة أنت تريد تروح إلى حوار وطني لحل الإشكالات الموجودة السيد الكاظم يجيه بمهمة إعادة هيبة الدولة بمهمة نزع السلاح المنفلت من الميليشيات بمهمة محاسبة الفاسدين ولحد الآن بصراحة لم تتخذ أي إجراءات كبيرة في هذا المجال نعم حدثت أمور في تشكيل اللجنة التحقيقية لمكافحة الفساد تم القاء القفض على عدد من الفاسدين ولكن هذه الأمور لازلت ترقيعية يعني رؤوس الفساد الحقيقية لم يتم الذهاب إليها بشكل وباشر كما أن الميليشيات الآن متشرة في الشارع ترهب الشارع تخيف الشارع تزعزع الأمن في الشارع لم نجد هناك يعني عقوبة واضحة إلى أي من هؤلاء الصواريخ مثل ما ذكروا الإخوان تطلق يوميا ريد يتقدم أحد من الذين يطلقون هذا الصواريخ بالتلفاز أمام الناس ويقولوا تم محاسبته تم محاولات معينة ولكن بالنتيجة ظهرت بشكل عكسي على الحكومة وعلى الأمن في العراق عندما تم تحدي القائد العام للقوات المسلحة ولم يحصل أي شيء هناك مقدمات يجب أن تحدث لكي نذهب إلى الحوار حتى يطمئن المواطن ويطمئن المتحاولون بأن سيد رئيس الوزراء قادر على أن يحقق ما سيفضي إلى الحوار من نتائج أما إذا بقت الأمور سائبة بهذا الطريق فهي محاولة بصراحة سيد عقيل سيد عقيل وأنا آسف دكتور دا أقاطعك وأكفرق بالصوت بيني بينك فهذا يصير شوي سيد عقيل خلينا نسمع أيضا وجهة نظرك على لي سمعت من الخبراء وأيضا تعليق إذا كان عندك على دكتور صالح صراحة ما ذكروا أخوة الخبراء وما تفضل به سيد صالح المطلق هو كلام حقيقي وكلام واقعي يعني هذه الحكومة إلها مهمات وهذه المهمات محددة هي عادة هيبة الدولة وحسب السلاح بيد الدولة وكذلك يعني محاسبة قتلة المتظاهرين وتعديل العمل على إصلاح بعض الوضع الاقتصادي ثم الذهاب إلى انتخابات المبكرة أنا أعتقد إذا الحكومة أنجزت هذه المهمات وذهبنا باتجاه الانتخابات المبكرة سوف تخرج لنا طبقة سياسية جديدة هذه الطبقة السياسية الجديدة مدعومة من قبل الشارع فإذا ما كانت هذه الفرصة موجودة والانتخابات نزيهة أنا أعتقد يكون الحوار في محله حينها والحوار يكون مثمر يعني تأتي شخصيات جديدة شخصيات وطنية شخصيات حملتهم من الشارع العراقي شخصيات من تشرين وكذلك الوضع يكون جديد الوضع يكون مهيئ لعقد حوار وطني شامل من أجل الخلاص من جميع المشاكل أما في ظل هذه الظروف اليوم المحيطة بالبلد وهذه التحديات الكبيرة الحكومة لم تنجز ما عليها من مهمات أساسية تعهدت بها قبل استلام الحكومة وبعد استلام الحكومة تعهدت بتنفيذ هذه الفقرات أمام الشعب العراقي لكن لم نرى إلا القليل القليل يعني لو لا رحمة الله سبحانه وتعالى وارتفاع سعر النفط يعني لكان اليوم الوضع الاقتصادي متدهور وسيء جدا لكن ما حدث بالفترة الأخيرة هي من جعلت استمرار هذه الحكومة ربما كان تنهار قبل هذا الوقت وهذا ما لا نتمنى من حكومتنا ولي شعبنا ولي سياسينا لكن أنا أعتقد هذه الحكومة ونحجة على الاقتصاد وهذا موضوع الاقتصاد موضوع هم طال الحكيبي وبعد ما نعرف هذا النفط إذا نزل شي صير زين هذه العناوين الكبيرة موضوع الشخصات الوطنية وشخصات الوطنية المهمة والكبيرة وهذه همين أننا ننجح نختلف على اليوم إذا مو بطريقة حوار خليني أستاذنكم نستاذن أستاذ المشاهدين عندنا فاصل بعد الفاصل كيف يمكن للسيد الكاظمي والسياسيين المجري في بغداد إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والحديث مستمر مع ضيوفنا من بغداد خليكم ويأنا أهلا بكم مجددا وحلقة اليوم من برنامج بالعراقي نواصل الحديث مع ضيوفنا من بغداد كل من نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلق والقيادي في اتلاف النصر السيد عقيل الرديني أهلا بكم ضيفي العزيزين وأتمنى تسمحوا لي بالمقاطعات لأنه أكو فرق شوية بالوقت اللي بيني وبينكم فشوية تيتأخر بس أريد دكتور صالح إذا أستأذنك وأنت ذكرت القاهرة وحوارات القاهرة والحوارات الوطنية اللي صارت أريد أرجعك شوية بالزمن إذا أذن لي من أكثر الجهات اللي كانت جاية صدق محروق قلوبها على الحوار ومن الجهات اللي كانت تجي بس إسقاط واجب إذا أتقدر تجاوبني على هذا السؤال لا أكيد أجاوبك يعني معظم الكتل السياسية الموجودة حاليا في السلطة واللي هي كانت موجودة عن ذاك جاية تأذية واجب ورفع الحرج عنها وبدليل أنه ما طلعه وبنتيجة من خلال هذا الحوار الذي جرى واللي حضرت به قوة سياسية كثيرة وقوة مجتمعية لكن لم يفضي إلى أي شيء بل بعد هذا الموضوع زاد الأمر سوءا أنا أقول أنه إذا كانت الحكومة الحالية لا تمثل إلا أقل من 20% من المجتمع العراقي حسب نتائج الانتخابات التي ظهرت نسب المتاركة في الانتخابات أن المساهمة في الانتخابات أقل من 20% وإضافة إلى أنه التزوير الذي حصل في هذه الانتخابات كما أشار الأخ الأستاذ عقيل أيضا الأخ رئيس الوزراء كان عضو اللجنة التحقيقية التي حققت في هذا الموضوع وشخصت المزورين وشخصت عملية التزوير ولكن لم يحصل أي شيء على هؤلاء الذين زوروا بل بالعكس الأعضاء المفوضية الذين قاموا بالتزوير كوفوا وعينوا بواقع أعلى من مواقعهم السابقة السلاح المنفلت باقي على وضع الحالي مغيبين راحوا لحد الآن ما أحد يعرف بهم وين متظاهرين يقتلون ماكو تشخيص لمن يقتلهم وممتظاهر وممتظاهرين وصل العدد إلى أكثر من 100 وأكثر من 30 ألف جريح إمام أقول دولة ما تقدر تشخص من الذي يقتل هؤلاء اللجنة تقول نشكل لجان ونتابع الشكل لجان شكلية شكلية شكلة اللجان صار أشخص عديدة ولحد الآن لم نسمع بأي شيء من نتائج هذه اللجان اليوم بالعلاق معروف إذا تريد تسوي قضية نروح شكلها لجنة تحقيقية ولجنة تحقيقية تنتهي وتروح وماكو أي نتيجة السؤال أكو عندنا إرادة حقيقية وقوة حقيقية لحوار وطني حقيقي يفضي إلى تسامح بين الناس هل الذين سيشاركون في الحوار عندهم قدر على التسامح مع الآخرين دكتور هل سيشرك الـ 8% من العراقيين المعارضين لعملية سياسية في الحوار؟ صار لشهر واسبوع صارنا شهر واسبوع نص هاي الحلقات اللي طلعنا بيها نحكي بيها بس على كلمة وحدة الإرادة هاي الإرادة هي يمكن كلمة السر بعراق اليوم خليني أروح السيد عقيل سيد عقيل هذا التاريخ اللي حشان نبيه دكتور صالح دكتور صالح مشارك بكل هذه الجلسات الحوار وما نحلت المشكلة اليوم من الجيل الجديد من السياسيين اللي ممكن يحلنا المشكلة ممكن يسوي حوار حقيقي وطبعا أنا شفتك أنت أفقت على كلام دكتور صالح تفضل سيد الكريم هو الحوار بمجمله هو ليس سبه هو شيء إجابي في كل المجتمعات وهو مطلوب أنه نتسامح ونتصالح ونتحاور من أجل حل المشاكل لكن نحن نعتقد اليوم لا يوجد أدوات الحوار الحقيقية الناجعة التي ترشدنا إلى دليل حقيقي ممكن أن يخرج العملية السياسية بنجاح هذا اللي نقصد اليوم يعني ذكرنا نحن قبل قليل وذكر الدكتور صالح أن الانتخابات ما كانت تتمثل يعني النتاج ما كانت تتمثل عامة الشعب العراقي أو النسبة الأكبر من الشعب العراقي حتى اليوم هذه الطبقة السياسية هي مؤهلة بالتحاور بالنيابة يعني اليوم لا نريد أن نتحدث باسم الكتل وباسم الطوائف اليوم هل نعتقد مثلا الأخوة الكرد يعني الحزب الديمقراطي هو يمثل كل الكرد اليوم هناك أحزاب التغيير وأحزاب الإسلامية اللي بدت أصوات مناقضة لأصوات الحزب الديمقراطي وهل الشيعة أنه كلهم ممثلين بهذه الأحزاب اليوم ظهرت هناك تظاهرات تشرين في مناطق الوسط والجنوب تنادي بأعراء مختلفة كذلك اليوم فيما يخص الجانب الأخوة السنة هل هم مصرين يعني على هذه القيادات هي اللي يتحاور بالنيابة عنهم فأعتقد اليوم الأدوات غير متوفرة مع علمنا أنه الحوار هو شيء إيجابي ونحن نرحب بأي حوار قد يلملم العملية السياسية قد ينقذ البلد من يعني هذا التدهور الحاصل سواء على مستوى الاقتصاد على مستوى السياسة على مستوى المال على مستوى يعني مستويات عدة لذلك نحن يعني في أصل الموضوع لسنا ضد الحوار لكن نحن نعتقد اليوم أدوات الحوار الحقيقية أدوات الحوار الناجعة لتنقذ العملية السياسية هي غير متوفرة في جهة أخرى الحكومة ذاهب بانتخابات مبكرة وهذه الانتخابات المبكرة هي واحدة يعني من الأمور التي نحن نعتقد بها قد تنقذ العملية السياسية إذا كانت هذه الانتخابات تجري بانسيابية تجري برقابة دولية تجري يعني بمشاركة فعالة من قبل عامة الناس يعني هناك 60 أو 65% لم يشاركوا في الانتخابات في كل الانتخابات السابقة نحن نجو إلى مشاركة فعالة حتى تكون الطبقة السياسية المبكرة مؤهلة للحوار سيد الكريم نحن وصلنا نقطة الانتخابات المبكرة ووصلتني خوش نقطة هذه النقطة التي أريد أن أحكي بها وحضرتك دكتور صالح دكتور صالح الانتخابات المبكرة طبعا رئيس الوزراء ربط ما بين الحوار ونجاح الحوار الوطني سيولد انتخابات ناجحة أريد أن نعرف ما هو الربط بياناتهم من وجهة نظرك وبنفس الوقت هنا أنا ببرنامج بالعراقي دكتور رياد علاوي قال أنه أنا أستحي أترشح بالانتخابات الجاية والانتخابات الجاية هي يعني ما عاجبة أصلا لا المشاركة ولا حتى التصويت فيها اليوم هل إذا تم هذا الحوار ممكن شخصيات مثل دكتور رياد علاوي وغيرها من الشخصيات الموجودة سياسيا بالعراق ممكن يغير ما بين وجهة نظرهم ويخليهم ينزلون ويشاركون بالانتخابات وما يسلحون منها يعني إذا كان الحوار الوطني فعلا راح يؤدي إلى بيئة انتخابية سليمة وإلى انتخابات نزيهة فأكيد هو راح يكون مفيد وربما واحدة من الأسباب التي جعلت الأخ الكاظم يدعو إلى الحوار لأنه يعرف أن هذه الانتخابات انحدثت حتى في الموعد الذي حدده في ظل هذه البيئة الانتخابية ستكون كارثة على العملية السياسية نفسها وأنا أعتقد هذه ستكون نهاية العملية السياسية التي هي بالأساس آلة للسقوط والموجودين الآن في العملية السياسية يحاولون قدر الإمكان أن يرمم الوضع لكي تستمر الأمور ولكن أعتقد أن الانتخابات إذا جرت في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم ستؤدي بالنتيجة إلى عزوف كبير من المواطنين عن الانتخابات وستتؤدي إلى قطيع بين المواطن أو معظم المواطنين الغالبية العظمى من المواطنين وبين النظام السياسي الحالي بشكل أكبر مما وجود عليه الآن ولذلك إذا كان هذا الحوار فعلا يفضي إلى خلق بانتخابية وأشك في ذلك لأنه التمترس موجود بلا الآن والنية للتزوير موجودة بلا الآن بدليل أنه لحد الآن البطاقة البيوماتية ما أقرت النية تقول النية موجودة للتزوير هل تكم دليل على هذا الدليل أنه نفس القوة التي ساهمت في التزوير سابقا هي المتصدية اليوم اليوم راح أوضح لك بعض الشيء والأخوة المواطنين الذي سيفوز بالدرجة الأساسية يعني نعم ربما كم أخ من الإخوان يفوز وهم ناس نظيفين ووطنيين لكن الغالبية العظمى ستكون لأصحاب المال السياسي الفاسد وأصحاب السلاح وأصحاب السلطة اللي لا السلطة الآن مرغوبة من قبل المجتمع وبالتالي هم من سيفوز في الانتخابات ولا المال السياسي الفاسد ممكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية ولا السلاح المنفلة إذا فاز بالانتخابات أيضاً سيفضي إلى عراق مستقر وآمن وبالنتيجة سيحصل تدهور أكثر من التدهور الحالي إذا أجريت الانتخابات بهذا الوقت أنا أعتقد قبل الحوار الحكومة مطالبة بأن تضرب بيد من حديد على كل الخارجين على القانون وأن تضرب بيد من حديد على الفاسدين وأن تخفف خليني أسمع تعليق سيد عقيل لم يستعملها بعض الموجودين في الحكومة للفور بالانتخابات يقول دكتور صالح الانتخابات الجاية هم نفس الشيء سيدي الكريم هناك تحذيرات إلى القوى السياسية يعني تحذيرات من فقهاء وتحذيرات يعني سياسيين وتحذيرات من الشعب العراقي إذا كانت العملية السياسية أو العملية الانتخابية تجري يعني وفق المبادئ السابقة مبادئ الانتخابات المفتعلة التي ذكرها الدكتور صالح المال السياسي وبقوة السلاح وبالترهيب وبالترغيب من خلال دفع الأموال والهدايا وما شابه ذلك أنا أعتقد يعني هذه المرة تكون فعلا باتجاه الفوضى وباتجاه خروج الشارع بأكمله وربما يعني تذهب بالعملية السياسية برمتها يعني هذا هذا تحذير وحتى المرجعية يعني في الأشهر الماضية كان لها سيد عقيل سيد عقيل سيد عقيل سيد عقيل على ضيق الوقت عليها انتعي القوة السياسية اليوم الموجودة سيد عقيل عدين آسف للمقاطعة لضيق الوقت سيد عقيل عدين القيادي في ائتلاف النصر وكان معي الدكتور صالح المطلق شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر